اعتبر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ما حققته السياسة الدبلوماسية الخليجية وبيان دورها كدول داعمة لمنطق الحوار والسلام في جمهورية اليمن الشقيقة تأكيدا على ضرورة تنسيق الجهود بين الأشقاء لتحقيق الأهداف المشتركة وهو ما يتم السعي من أجل ترسيخه من خلال إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونوها سموه بتوالي التقدم الذي تحقيقه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن الشرعية والسيادة في اليمن وشهد سموه لدى لقائه اليوم في إطار أعمال حوار المنامة مع السيد عادل جبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة بالدور القيادي الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة هذا واستعرض سموه مع وزير الخارجية السعودي جملة من الموضوعات المتصلة بالأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية من جانبه عبر معالي وزير الخارجية السعودي عن تقدير بلاده لمواقف مملكة البحرين الداعمة لمسيرة مجلس التعاون الخليجي وبمشاركتها الفعالة في كل ما يتصل بحفظ أمن المنطقة وما قدمه أبناء البحرين في صفوف قوات التحالف العربي من تضحيات عكست مواقفها المشرفة في نصرة الأشقاء في اليمن اشتركوا في القناة